اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا يوجد ام بقى في الحياة يكون دائما مرضي معها ودائما سمعوا كنا موالدين لكم لان المستقبلين سيترجعوا لكم يكونوا متأكدين مليار في المياه ونتمنى اي ام بقى في الحياة ولي مريضة الله يشافيها ويعافيها ويجعلكم جميع الامات تاج فوق رؤوسنا ان شاء الله وحاضر معي في هذه اللحظة الكوتش ايوب ايت المعلم مرحبا بك من جديد شكرا فراح عيد ام سعيد اقلت مرحبا بك من جديد اي امي الله يجعله هل كنت تحضبت لك كادو في العام؟ شكرا لان لان دائما نقوم بقى لان هذه المناسبة لا ننتخل من هنا لان ارسل الكادو اذا ما ننتخل من هنا لان ارسل الكادو لان لم يأخذت الكادو اي اي ارسل الكادو لان دائما نقوم بقى كيف نعاد يا جميل ام جميل ايام جميل ايه شوفه هي راه غير ذلك تشوفه في الام بنسبة ليرا عيد شوفه في الام ديالك كل نهار وكل صباح يعني باش كتنصح الوليدات بما انك كوتش يعني شنو توجيه ديالك بان بنسبة لوليدك لكي يستمع ايضا ببرنامج اضاء اطفال اه نصيحتي لهم بسيطة وسهلة شوف الاخريتي ارداد الوليدين ديالك ابني ديالك تكون غدم زيان ومنورة كان دويلا تجربة شخصية لانه في غير مهم كل لحظة عشية في حياتي كتلقى دائما باقبوك يشيح ويش مك كنش بتوقعهم تكي يجيوك يعني كنت تعطوك على لا طبق من ذهب فشك تفكر دعوالي الوليدين ديالك وضعهم كتانيوا بالوالدين ديالكم سمعوا الواليدين ديالكم وعرفوا بانهم مكنش لغيب عليكم الخافض نكشنوا الواليدين ديالكم عادي اسهل حاجة نقولوها ولكن تطبيق صعيد حيات في الاخر كي بقى والدين واحد الجوهر يعدنا ما كان نحسوش بالقيمة ديالها تكن فقدوها علاش اي حاجة تكنش في الدينة ما كان اعرفوش بالقيمة تحت تكن فقدوها يعني في 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 عاما بسفا عاما بسفا عاما لانه عشان ما كان قدراش بحاجة ما ما مقدرناش حياتنا طبيعية ما ليجات هذا الجائحة الكورونا ما عرف لو واحد باشتبلا كيف كنقولو سيفغلو يا ردي برجعو لها حياتنا الطبيعية غنخرجوا بلا لي ماسك اه حيات هدي سبحان الله تقافة تقافة في الانسان وطبيعة في الانسان انه ما كيف تطنش النعم اللي عنده وتكيفقدها لذلك كنت منعنا نسوع بالدروس من الحياة وصيخة من هذا الكورونا بغموا علماتنا بالسفك ما علمتك ايوك انا ابسط حاجة للماتك ورونة هي انني نكون انا انني من ساغل نعيش كل اللحظة كيف هم هي بالمعاني دياله لانه من بعد منك تنمشي واحد المرحلة كتقولي مقيد بظروف مقيد بانك تلتزم واحد تعليمات معينة مقيد انك ما تخرج في واحد وقيتها معينة فكتقول يا ريت نعيش حياتي بطريقة لي بغيتك عامل انا يا ريت نخرج بلا ماسك يا ريت يا ريت يا ربي ابسط حلو اللي عندك لا 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 انا ما يمكنش ده بس سهد واتخين معي ده بس سهد يا ريت يا سهدو ال Facebook her what's up and your request terms me feel like you can't imagine ارا ارا شوف انا اقول لك دوس فصل الصيف دي اللي عامي فات في الصحراء بال Glasoldis ما يمكنش دوس الع headlines في الصحراء وال treball والبعد و fortress يعني ارا بر visa كيف قلت سيرها خاسنا نرجعوا لطبيعتنا وغيرو خاسنا نحسو بني عاميكان ليه انا whos just of the living. واهم الحاجه هي نعيش كل اللحظه بالمعاني ديتها سيغتوك فيما يتكرر الأم فالإنسان اللي بقي الوليدين في الحياة يحاول يساغل كل دقيقة مهم حيث غادي يجي واحد لقيتها يبقينها متبعين الاثنية متبعين الفلوس متبعين الخدمة صار ما غادي واحد لقيتها يساغل لقاء راسنا فقدنا النعمة لي عدتنا وما غا نفقدوه غا نقولوا يا ريس كل الناس اللي دبقى مستعدين طحوا بقاعد أملك لي عندهم بقاعد تروت لي عندهم ونجحت لي عندهم مقابل انهم يرجعوا يلقوا غير بطاهم ولمهم قدابا هذا ميت يا ريس وخمل الدنيا ميت لذلك فنستغلوهم وراك يقول لك الإنسان نعمة المقبولة فيهما الوقت والصحة وأهم حاجة هي الرزق لي وعندهم يبروهم قبل أن تفارقوهم نعم من دونك الوالدين دينا تهلوا في والديكم يعني هذا بين قوسين ونرجعو موضوع دينا موضوع دي الحلقة اليوم هو موسم دي المتحنات بما أنا غداي إن شاء الله كان بزيزة تناميد غادي دوزوا الجهوي فعني شنو نصيحتك وخب قيوم واحد هي نصيحتي بسيطة وسهلة لأنه كيف قلت بقى قيوم واحد فنغمان مو أكبر خطأ كنديروه الناس كنديروه شنهو نعم غير مغيت نقول لك بأن غدا غادي دوزوا غير للاعدهم يعني علوم جريبيا لأن دبا مع كورونا ما يمكنش يعني مقسمين في إطال احتلازات الصحية نعم مقسمين يعني ما زال أيام السابع المقبل غدا يكون الجهوي ولكن مواد أدابية دون كانا نقول لك واحد الحاجة بسيطة أنه النصيحة نعطيهم هي السهلة أول حاجة خاصنا نعرفون جيغة التوتر دينا حيث أكبر عامل كيواجه ندا بقى هو التوتر لأنه كتلقى بنادما ما فضل وقيتها مستخيسة ومرون وهذا 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 ما عاش غادي العائلة 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 لأنه كنت تقول لك أشوف وعندك وحضي 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 صاحب ما سوف تقول لها لي عارفتي فلا انصعب هذا كلهم العائلة العائلة هذا كلها العوامل اللي هي ضغط نفسك تضغط على ولدك فأوتوماسك مولدك فاشكيتم غادي نمتيحان عمود يركز على الورقات المتيحان تركز على الهضرات يارك فالدور دينا الآباء فلوقيتها دور مهم أول حاجة هو دور تحفيزك تشجع تشجع ولدك شوف إن شاء الله الأومان غا تكون بخير وهم تقدر لي إليك وحنا نتقيقين فيك وتباك الله نشوفك وباللي إن شاء الله الرجيونال ماشي هو شي حاجة بسيطة سوى رجيونال سوى الباك سوى الباك دون كراه نشوف خاصك تفكر في الأهداف ديالك في الطموحة ديالك وأنا واللي يضا نتقيق فيك وأنا كنضرب تماره ولكن عارف اللي أنه كنضربها على قل واحد الشخص اللي كنشوفه باطل مستقبلي هو اللي غادي هز العائلة ولكن هاتش كامل حيث أنا كنشوف فيك شخصية قوية هات الحفيزات اللي كتعطيه من ولدك ومتأكد غالي لعب واحد العامل إيجابي في طريقة التعامل يلو مع انتعام غتخرج من الضغط علاش لأنه الأحاسي الزيانة قد تبقى تغلب علينا فضلوقيتها طيب احنا محتاجين كتلامد يسمع أي كلمة تحفيزية كيف ما كان كيف ما كان ذلك الكلمة فكتلعب واحد العامل إيجابي فأنها تعطيه واحد طاقة إيجابية ثاني حاجة قدر نعطيها كنصيحة للتلميذ هي التفكير الإيجابي بمعنى دابنت شنو مطالب مطالب أنك تفكر في الامتحان طريقة إيجابية مطالب أنك تفكر بأن ورقة الامتحان مجرد أسئلة اللي ديجان تدوثيهم ما يمكن أن تتعامل عندك أفستيذيام اللي في الباك 12 عام وانتك تقرأ عاديش حدوثي الامتحانات إذا رجعنا بغنس السادس فاش كان عنده الإشهادة ديال السادس ولكن كان عنده الإشهادة ديال الكاتر عيام نحن نخلوها بحركة الكتر لذلك أنت ديجا تتعاملتي مع الامتحانات ديجا عندك واحد تراكم في الخبرة كل شيب سيشيك لذلك كيف مدوثي ذلك الامتحانات غدوثي ذلك الامتحان حيث كما كنت ديج فريمو عندك القدرة على أنك تدوثي المتحانات لذلك هذا التويج ديال المرحلة ديالك أنك توصل إلى الباكريو دليل إلا أنك أنت شخص يقادر أنه يتعامل مع ورقة الامتحان لذلك شوفها بطريقة إيجابية وكما كانت الكثير من الأسئلة وكانت الكثير من الأسئلة عن طريق وصف البرنامج وكما كانت الكثير من التلاميذ لا تركزوش أه، عبت العملية لتركز منك أقلناها في الحصة والحلقة التي فات وهي الوقت عدم تدبير الوقت أغلبية منك تجعل الأمور تلتقيقات تسعين ودروس متراك ومشأ الله كيف ستركز؟ كيف ستركزوش؟ ولكن هذا خطأ كبير خطر قاتل مين سأبدأ الدرس؟ لا، مين سأبدأ الدرس؟ أنا صراحة كنت صراحة وكنت رويش التلابيذي سأتمره والله العاطم حتى في اللغة العربية حتى درس قلت أداغا قلت أدبية قلت أدبية قلت أدبية والغدلي في الامتحان تضع لي شيء الحر لا، لا يمكنك هنا تدبية الطاقة بمعنى نعطيك متر بسيط وتخلي معي 1-4 يام تابعة قبل انترحان وكيدر دينوي بلانش فمباشرة ترالي دماغ ديك تسهلك فاش كتوصل المرحلة لأنك تدوز الامتحان طافي 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 والصراحة تدوز الامتحان تدوز الامتحان غير مراجعة ليس تحفظ ليس تحفظ مراجعة بمعنى أنه في المرحلة قبل الامتحان الأسبوع تدوز الامتحان فقط يحفظ مراجعة تدوز الامتحان والصراحة تدوز الامتحان اما له يحفظ هذه هي من العادات السلبيية لأسف لأنه ممكن تدبروش الوقت لنا وشانتك ترى بالعادات السلبيية يشترك على مواقع التواصل الشمعي وهذه وسائل التواصل لدبش شاحة العالم وشانتك ترى تدوز الامتحان وكأن الناس لم تستعملوش يشترك على ثلاثة الحوج وكيف قلت بأس المتجرات الهاتف السمارتفون والغيزو السوسي وليس كدد مننا. وليجي فيديو. ربعين في مئة الخمسين في مئة دي الوقت ديالنا. ثلاث ليجي فيديو اللي نقدر تنسب عين في مئة دي الوقت ديالنا كنت تكون سوما قدام التليفون. هذي طب يعني حاجة ليجي خطر. وكذي ابان يدير وليجي فيديو كيفاش بقيت الابناء ميجوش بحل. اه وكي الاب. وكي الاب اللي كي يجي يقول لي ولده هكا الطابلت غير سكتني. هاكا قصر غير سكتني. بها الطابل المسترح كد تسقل بحلقة هاكا سيقصر وسكتني. دونكي يعطي فلوس ويجيب له بلاي ستيشن وما عارض شنو غير باش يسكوت وما يبقىش يسمع ولده وما يجيش يقول لي راجع معايا. كين هاتشين؟ كين ميتال هذي السلوكيات اللي كنعيشوهم في الحالة اللي كنطلقوا بهم. هذا ميتال دي الابة اللي ما قادرش على المسئولية وكيلوها. دائما كنت كنقول واحد الحاجة دي ما قادرش على المسئولية ما يتزوجوش مي ولدوش. كنا كنقول دي ما واحد الحاجة كنا كنا نلوبا هي رخصة الزواج. نعم. هذه رخصة الزواج هي واحد رخصة اللي كما يمكنش تعطي الموافقة على الزوجة باش يتزوجوه إلا لما كانوا اهل المسئولية. لأننا كنش اوحد المشامع. كنش اوحد القادة دي للغد. كنش اوحد الجيل اللي غدي اطر على المشامع. لأننا بتأثير إيجابي. دونك إلا كانوا الابة هم ماشي دي جا كنبيتون وماشي قادرين على المسئولية. فهالشي غير التعليم بشكل سلبي. لابا غدين رجعوا اهم سؤال. شنهي الخريطة الدينية؟ آه الخريطة الدينية هي واحد تقنية رائعة. غير قد من مكروحة فكو بولي هي تقنية رائعة. هي تقنية رائعة لأنها كتعاوننا باش اننا ناخد الدروس طريقة سهلة وفوق سقصير. هذه الخريطة الدينية عبارة عن واحد الخطوطة كنرسموها في الورقة دي لنا. هي النصائح اللي كنعطيه قبل ما نخدمه بالخريطة الدينية أنه تكون الورقة دي لنا سامبل. بيضا. مستراش. علش حي التلاتين في المدينة الكونسونتراسون دي لنا كتت مشي مع دي لكاروني كيكونوا في المربعات. عشمي كي ياخد تلميذ الكتاب وكي بدأ كي يحفظ كدروا راسو كي يستل الكتاب وكي يمشي للنعس. حي الدماغو كي يرروا. حي دروا راسو. حي دي لجاء. الدماغ دي لنا كي ياخد الورقة اللي فيها مسترب مربعات. كي بقي حل الغير في دي لك الورقة. كي حاولي اضابطي شوفة دي لنا مع دي لك المربعات. فهذا كن قسم الكونسونتراسون دي لنا. ينصح انه ناخدوك ورقة بيضاء. دي لك الورقة البيضاء. فاش كن ناخدوها. اش كن ديرو فيها. كنخدمو عليها على اساس اننا كنرسمو فيها واحد الخيطة الدهنية بالالوان. دونك هادوك الالوان اللي كنخدمو بهم. فكي اعطونا واحد الخططة اللي كي تكون عبارة عن واحد الدائرة في الاصل كنحطو فيها العنوان دي للدرس الرئيسي. وكنحطو الفوضاء دي للدرس. فكيقولي عندي الدرس كامل مسان دي للشماعية. كي عاودة. عانان عودة. باش نلعبش لوليدة دي لكي ساب أولينا ياخدو ورقة وستيلو. غد تاخد ورقة بيضاء سامبل. هذه الخريطة الدهنية لوليدة لكي ساب أولينا نعم. خريطة الدهنية. عادية وغس حط قدامك الالوان. السلوات. لابا ورقة سامبل بيضاء. ردينا ناخدو الالوان. بشي هو ما الالوان? الالوان ناخد الالوان اللي كي يجبوني. كل واحد على حساب. دخلو. دخلو. ونحاول في هذه الخريطة الدهنية ندير واحد الخططة. الخططة كتكون فيها العنوان الرئيسي دي للدرس دي للي. والفروع دي للدرس دي للي. كتبوها بخط عريض كبير. كتبوها بخط عريض كتنخرج الفروع الرئيسي دي للدرس دي للي كتلقى درس في ربعات الصفحات خمسة صفحات ملخصون صفحوطات قدامك على اه امام المالع. فهذا كيعطيك واحد كتدير واحد المايندسات دي للي كيو اللي غادي بواحد بواحد التركيز كبير مع الدرس وكيو اللي يشد درس بحلس كارنيتي في دماغك. عن تجربة. عن تجربة. كنخدمو بها مع ناس بزاف. اللي من غير التلاميذ يعني. من غير التلاميذ حتى في الخدمة في المليو بروفيسيوني. حتى في المليو بروفيسيوني. انا مترد اللي حتي بارفو في البريزنتاتيون دي للي ما كنناخد الورقة الاولي. علاج حيط ديجة كنكون ديجة حطي الدك الخاريطة في دماغي. وعرص النوقات الرئيسية اللي غنتتكلم فيها. عرص النوقات الفرعية. كيبقوا اللي ديتا يجيين من الأسلوب ديالي. ولكن تقبل في البيت والشغل ديالك. خليتي خاريطة ديهنية وحطيتي فيها الأساسيات اللي النوقات الرئيسي اللي غنتتكلم فيها. فكيسال للك دويب سهولة بدون ما تحتاج ورقة. وبدون ما تلتلك. ولكن علاش ديما مليكنت أنا في المليكنة مليكنت كان درس. علاش مليكنت كان حفظ شي درس. ومليكن بغي ناسك يجيني دك الدرس كامل يعني بحلا. بحلا كنا عرضو كامل في الدين. ديهن ديالك. يعني وش هدي الحجم دي. حذك هنا شو أدلتي. حالك نفق مراجعة. علاش حيت ننتي بن بصري وفيزيول. بصري حسي. حسي عدوك الحركية. حذك ديالك حسي. حذك ننتي بصري بصري. يجب أن تكرر المعلومات بالصورة. لك دماغ ديالك عاونك باش أنك ترس게 علي المعلومات بسهولة. كله هو سمعي. هذا السمعي يجب أن يقرأ الدرس بصوت مرتفع ويسمع الدرس مرات لكي يحفظ الدرس. كله هو حس يجب أن يشد الورقة ويعود يكتب الدرس ويعود يكتب لكي يحفظ. هذا هو أمثلة مثلا للناس. يعني كتبه صريح. حاجة أخرى. أي شخص فينا في الوليدات ستقوم بالنماذج للخريطة الدهنية. ستطلع لك الكثير من النماذج وكثير من طرق. من الميزات الخريطة الدهنية أنك ستخدم بها على شكل صوت سويني يقدر يصوب على شكل أغنية. بالخريطة الدهنية كتبه. لم أمثلة المسرحي. يقدر يلتك المشهد يقدر يلتو مشهد. يجسد فيه الدرس. يعود يشرح فيه الدرس بالأسلوب الخاص. لذلك الخريطة الدهنية كتبه. وذلك يدي الرقص. يدي الرقص هذا يقلب على طريقة أخرى. لذلك يقلب على طريقة أخرى. بمعنى آخر. من بعد أن تضع الخريطة الدهنية كتبه إلى مرحلة آخرى. طريقة الحفظ. كيف نحفظ بذكر الخريطة الدهنية. أول شيء كنت نقرأ قراءة عادية. شمولية. غير كنت نقرأ الدرس. كنت نحاول أن نفهم الدرس. المرحلة الثانية كنت نسمع مرحلة الشرح. كنت نشرح الراسي الدرس بطريقتي. هذا الدرس ما أريد أن تتكلم عنه. لماذا نعطيكم مثل. إحنا المستمعين كاملين. سوف نقول لكم مثلا. كنت نقصد ولي عهد النمساق كل شيء يقول لك في الحرب بسبب ناطة الحرب العالمية الأولى. لأنه في الأساس ده فاش كانوا يشارحون هذا الدرس. نحنا دلنا منه واحد القصة. بدنا نعودها مع بعدياتنا. وإلا الدرس محفوظ عندنا دب الحرب العالمية. ولا كنا حافظنا المغربة كنا من حافظنا. كنا كنا نعودها بالضحك. كنا نعودها على شكل حجاية. كنا كنا نعودها على شكل حجاية. أنا لحد الصعب درس دير الحرب العالمية. ولا بقي نرسخ في الدين. والثانية والثالثة. لأنه الأساسي دلي. نعم. يعني أحسب ثانية وكل شيء. يعني دبعا أنت ماشي بصاري. أنا أنا في الأول كنت بصاري. ولكن مع الوقت تتكلمتهم. أحسب نورمان نتكا كوش. لا يمكنك التعامل مع الناس الذين قدامك. حيث لو كان قدامك واحد بصاري. حيث لو كان قدامك واحد حيث أنه حيث. كان واحد معك سماعي. حيث هل تتعاملها لأساس أنه سماعي. حتى مثلا أنا. لا أعتقد أن أنت كنا ندهور الميديا. فأنا نستعمل بزف دل المجهود. أنا وإياك باش نقدر. بصاري. 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 حيث. هذو ثلاثة ديال الأساسيين. عاد بشكل الحركة وهذه هذو في السلوكيات اللي كي مرسوط لهم الناس المعلومة. نعم نعم نرجع للخريطة الدهنية. نرجع الخريطة الدهنية كيف قلت لك. المرحلة الأولى هي أنني كنحفظ درس قراءة تأني. المرحلة الثانية كنحاول أنني نشرح الدرس الدراسي. المرحلة الثالثة هي نحفظ درس طيقة تقليدية. ما هي طريقة تقليدية؟ طيقة تقليدية كأن اخذوا كنت نحفظ. لذلك يريد أن نعرضها. فأيضا نحفظ درس وفهم وحافظوا. يبقى خاصة إنه غير المصطلحات العلمية لينضبط بها الدرس. لذلك يجب أن يحفظ الدرس. شنوي هذي الطريقة؟ الطريقة الثالثة هي أنهم لا دازم المرحلة ديال أنه يفهم الدرس يشرح الدرس لأسهم. عباش يبدأ يحفظه ومي بغي يحفظه القناس ويجب فهم الدرس. وضعنك هنا هذي الدرسي لم يكونوا يحفظ الحفظ الكمي. كيفي؟ كيفهم. كيفهم الدرس. ومن يتفهم الدرس ومن يتنسي لك وكسا لك سترجعون للمتيحان. الحاجة اللي غادي يقدر تطرحي مثلا على المستمعين دينا هي مثلا أنا وسط المتيحان كنت تبلوكها. هدو من اكتر الاشكاليات اللي كنت تطرحي عندي. كي يجيك يقول لك انا شوف يا كوتش راني كنحفل. وكل شي وكن كنكون نحافظ الدرس وقدمت. راني كنرى ما راجع الدرس. من كمشي المتيحان كنت تبلوكها. بعلاش? علاش لانه المشاعر ديالك تغضب في ذاك اللحظة. ذاك الخوف ذاك الهلع ذاك الرهاب من الامتيحان كي يخليك انك تنسي المعلومات حي انه عندنا دماغ ديالنا في الفصل الايمن والفصل الايسر. دونك الجهة الليمنية ديالنا والجهة الليسرية. الجهة الليمنية كتتحكم في الجهة الليسرية الجاسد ديالنا. والجهة الليسرية كتتحكم في الليمن ديالنا. ماذا انا? مفهومة. مفهومة ايش? الليمن ديالنا كتتحكم في الليمن. كتتحكم في الليسر. كيف تتحكم يعني يعني ذلك شيء معاكس والفصل الأيصر يتحكم في الليمن نعم هذا الفصل الأيمن تعتبره هو عقلي هو إبداعي تخيلي ابتكاري ومشاعري في الأحاسيس نعم ولكن هذا شيء سأقول لك سأقول لك بينما الفصل الأيصر هو فصل منطقي في الفهم في المعلومات يخز المعلومات كان هذا الفصل الأيصر فأنا كان فصل الى المعلومات وكانت تخزين المعلومات تشعر المعلومات وكذلك نعرف الخوف والخلعق الذي يخزيني أحساب المشاعر الأيمن يغطي على المشاعر الأيصر وكذلك مجددا على أحد الأسحاب وكذلك أخذت الحجر على رأسي لا يزال بالتحرق ما تحصلنا هنا؟ كان في المناطق نقول الحمد لله. ندرك بيد الليمنيا. علش ايد الليمنيا. لكن سنحرك. الايسر. الايسر. باش نسرجع المعلومات. باش نخلي ديك اللامب والاديك البولة اللي شعلات ديك المهاش عالي. يعني ندرك ايدي بحلقة. ونضغط عليها مزيان. وانا كنضغط مزيان. وانا كنضغط مزيان وكن ندرك واحد العملية افرح. يعني ندرك ايدينا بحلقة. وكن نقول الحمد لله. من بعد كندوزل واحد لمرحلة. اول حاجة تدير حسبش حال من واحد لابس النواق. حسبش حال واحد في الكلاس لابس النواق. وانت كنت تحسبش كل يبدأ يحلل ديك الساق. الفصل الايسر اللي في المعلومات ديالك. اضع كل مشاعر ديك قد تهبط بشوية 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 وحتلقيتك تتحكم فراسك. من بعد غالي يدير تنت حاجة. تنت خطوة ما هي؟ هتقلب على اقرب سؤال واسهل سؤال بالجاوب عليه. يعني مدوب الاسئلة السهلة. سهلة. لماذا؟ حيث ميك تجاوب على السؤال السهل كتعطي الرأسك وكحة الشعور بانك لا قادر تعمل مع ورقة الانتحان. انك تجاوب. وكتلغيك تدرج. وخلي الاسئلة اللي فيها الفهم وطويلة وهذا خليها يلخها. ضمن قيطة اللولين بعدها. الاسئلة اللي في المتناول. من بعد عادي يجوز تحرير الناص وهذا وهذا وهذا. حاجة الثالثة اللي نقدر نصح بها تلا من. هي نحاول للقونا مديش دي الاوراق الامتحان. اوراق التحرير. اوراق التحرير اللي نحرر فيها الامتحان. حيث انا كنولفو كنخطمو فراق عاديين. من نهار كنمشون الاقزام كنت تحطونا اوراق طوال. وفيهم لا يكتب شيء في هذا. دونك انا كن بسي شيء ممكن. صراحة توحيش ديك الايام. الاجواء دي المتناول فريمون باش نتطفق. شعش ايام دراسة سارة. دونك اه هنا شكترة. كتدوز لانك كتبت تعامل مع ورقة الامتحان باش كتاخد واحد كتتعود دماغ ديك على ديك الورقة ديك التحرير. مثلا امتحان عندك فيه ساعات المقانة. انت غادي تشالنج مع ناسك تخدمه في خمسة وبعين دقيقة. امتحان عندك فيه ساعتين المقانة. انت غادي انا غدا معك. غادي نحن ندقى دقة. دونك الحاجة اللي هي مهمة ان ناخد ورقة الامتحان. نعم. بدنا ندير فيها التحرير. عندي امتحان فيه ساعتين تلما كانا. قادي بدنا نخدم كرونه على ساعة ونص. على الساعة ونش. باش كنعلم دماغي انه يعطيني اقل اقف اقل وقت. المجهود كبير. وفي نصف وقت كنعلمه انه يعيش داك الضغط. فاش كيعي نحن نشير ان剩 الوقات الامتحان لدي ساعتين مساعتين ساعة ونصف في ساعة ونصف. راجع فيها. نمتعامل فيها. يعني بفرقين دقيقا يحاول. دائما دائما حاول نفس ملوف. ساعتين. عندي امتحان في ساعتين نحاول نخدم ساعة ونص. عندي امتحان في ساعة مساعة ونص نخدم في ساعة المقانة. ديما كان علمه راسين نخلي واحة الوقت شايت. علاش باش حيث تحط ورقات الامتيحانية لقد ظل لك سؤال مفاجئة او مباخئة انت دايجة عندك الوقت سيطلق في التعامل معه على خاطر خاطر حاجة اخرى ليلة الامتيحان منعسو بكري ليلة الامتيحان منعسو بكري وشربو حلي بدافئ ويقصع فيه ويأكلوا الويزات ويمشيوا الامتيحان دياله حاجة فيق بكري ونفطر مزيان حيث الاغلي بيش يكون عنده الامتيحان يمشي بالفطور سايم لان الفطور يساعد الاطفال والتلاميذ على التركيز على التركيز ويعطيك طاقة حيث انت محتاج طاقة نتكلمنا على الخريطة الذهنية نتكلمنا على الحفظ طريقة الحفظ ما هو المهم مع هذا الضيق الوقت اللي باقي مهم هو نقدر نعطير بعض الاخطاء كنديرهم في امتيحان بعض الاخطاء كنديرهم في امتيحان الخطأ لقم واحد ما يملكوا ليداتي نعصو بكري الليلات الامتيحان الحاجة الثانية انهم يفطروا الحاجة الثالثة يمشي يقبل الوقت الامتيحان وما ينسوش هزو الوطائق ديالهم الحاجة الرابعة لي هي مهمة فاش دخل الامتيحان وتساليدك الامتيحان الباقي عندك الامتيحان ثاني ينسى الامتيحان حنا فاش كان خرجوكم تنسوه صاحب كان تبدو عن صاحب تقولها بقستو الف رقم واحد اجدلت في سؤال رقم جوجو كي بداك ان اعطي الراسي واحد الشعور بالقلق فاش دخل الامتيحان ما غاليش يتبدل ما غاليش مش نرجعوا نبدل الاسئلة الاجوبة دياله ندوز الامتيحان تنسى الفسرات الامتيحان باش ندل تقييم الراسي نصيحة رقم اخيرة اللي هي انا كتبها مهمة هي تيق في راسك وتوكل على سيدة ربي حيث في الاخير انت انسان اللي عنده القدرات الكاملة باش انه يتعامل عمتيحانات وكي باش نتعامل تخوف الاباء على الابناء انه ميحصوش على نقطة جيدة هذا الجانب ديال الاباء فانا كننصي الاباء بانهم خاصك اشتعطي الولدك تخلي دائما يحس بالقيمة دياله مرتبطة بالنقطة حيث النقطة ما تدلش على بانه والدك واش دكي ولا ما دكيش النقطة هي نتيجة ديالواحد انه في جهود دال والدك حفظ يمكن ربيه يسترلي في ذاك الامتيحان وكانت لكونديسيون الظروف متاحة باش انه اخذ نقطة مزيانة وباخفة والدك يقدر يكون حافظ ويقدر يكون مزيان ويقدر يكون الظروف ما استاعدته باش انه يعطي مزيانة مثلا الولدين ديما كيتخاصمو قدام الوليدات كيتخاصمو كينعوتين هذيك الهدرات يقول انت كاسول انت مكلخ انت كاده هدو راح شوفو دخاتك المقارنة شوفوك هذي اكتر حاجة تقشل شخصية الولد واكتر حاجة تأثر على الولد ذيك المقارنة اكتر نصيحة نعطيها ليوم لا يبقى يكون مقارنة بالولدات حيث الاخت و لا الاخ مشي نفس الولد كل واحد فيهم عنده شخصية مختلفة كل واحد فيهم عنده كاريزما مختلفة وعنده عقل مختلفة وحتى التوجيه الميولات مختلفة وكل واحد متعاملوا معاها على حسب ذلك الشيء اللي عنده حيث انك الحاجة ما كان شي واحد فاشل وما كان شي واحد غبي وما كان شي واحد من كل كان واحد تعطيته لي باش انه يحبر على الافكار دياله وطاقة دياله وكين واحد قمعها وانتو غاش ديله قمعوق فاش كتقمعه فراء كتخلق اوتوماسيك منوح الشخصي التباعي لمقادرش انه يعبع راسه لمستقبلا غادي 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 تدمر للشخصيته غادي تدمر للكاريغ دياله وغادي تقول باللي انا فاشل هو ما شي كان هو لي فاشل يمكن الابة او المحيط لي كان فاشل باش انه يخرج طاقة ديالك الشخص. انك الحق او نرجع التوتر كيفاش الوليدات قل بالنسبة للطالب اللي عندهم انتحانات في هذا الاسابيع كيفاش يتغلبوا على التوتر دياله. نصيحة لهم هي اول حاجة يجهروا الوقت ديالهم. الحاجة التانية يبعدوا على كل ما هو غي يزعجهم يعني مشاكل اصلاع كده كده كده. الحاجة التالتة والي هي مهمة يحاولوا دائما يقلبوا على الناس او الناس اللي غا تعطيهم التحفيز الايجابي. الحاجة الرابعة هي ينظموا حتى التغذية ديالهم حيث حتى التغذية تعاون بشكل كبير. على انك تعطيك ديك الطاقة باش قدر انك تستمر. والحاجة الاخيرة اللي نقدر نقولها. ما يغشوش. ما يغشوش. اه شوف الغش انقولك باش نتركه. ميمك الى غشرة كي غشرة هو اول حاجة. لانه هو معارسوك يكون عاربي انه ما طلعش عن كفاءة والسحقاق. النهار غادي يوصل للمليو بخوفيزيونيل. فغيل قارسو فغيمو كي يخلص الباناليتي ديال ديال الغش. حيث فش غتوصل لحياة المهنية الحقيقية. اللي غشرة غادي بخلص الباناليتي متاع مباعفة. انت مع الله. مع الله مع نفسوه مع الناس فش غتتحط في انتخوتيان فش غتتحط في بزيف ديال بحويش. اها انت انا فقط اخذتي البكالوريا. فش غتمشي تدوز لكم كو غتغش. وهنا يبقى السؤال. الله اعلم. داكو رجعوا التلاميذ. داكو كي يقول يا عبدو بقى ثلاثة دقايق. اه يعني خلاصة القول يعني التلاميذ يعني باش يعني باش كتو جوم شو كتنصحهم خاصة انت الوالدين. خلاصة القول هي انه تبقى عددات الاصدركانة. المجهود76 حاولكب اجتاهد. العسب كري. ليكلس متشاهدين ناصيب والعسب كري. كري. فطر مزيان. خطر مزيان. الصافر كري stitch番قى ظاك.应该ك� 가족 نشعت هذه الترونيذ بذل. way of all ماذا تتجوش؟ لماذا تتجوش؟ لماذا تتجوش؟ حيث تتجوش عبارة عن وقت إذا استغلتها بطيقة الصحية ستنجح بحال شخص يحفر الأرض ويحرطها ويقادها ويزرع فيها البودور ويتسنق ويعرف يجير المراحل والفصول لكي يستطيع أن يصل إلى الغلة في الكاريراك كأتوديو فأنتكد ستمر في المستقبل بخير front المطلوب منك هو أن تستاهد تنظم وقتك ويمتهم نريد أن نقول أكبر سعبة في خصية ، تعدى وقتي قالت هذا Years ago القطته 8 3 قسم وقتك 3 مراحل 8 3 أنتم 24 ساعات لمن الممارد ساحة حلاتك لحرular للي 일이 شوع لأن ع 5 8 8 8 8 تمنيا تصوير قراتك وخدمتك لليه خدمتك وتصوير حياتك خاصة مع اصلتك مع كذا مع كذا واني اذي 24 ساعة 4 حين ساعة 8 في 8 8 8 في 3 14 ساعة لا مكن شي لا يدير لو ما كنت شو واحد فينك يعيش كشن 20 ساعة فما ولكن كل ناس لي قدر ذيربتك حوش فيك 14 ساعة وكل ناس لي قدر الوال في 14 ساعة يلا شنو ممكن تقول اخر كلام اخر كلام اطفال للتلاميذ بمعنى برنامج الموجه للاطفال الله يوفقكم الله يصير لكم اموركم واهم حاجات يقف نفسكم سافر حيث لا تقطيع فرنس كل شيء سيكون بخير وعندك دورات هذا الاسابيع عندك بزاف المستمعين يعطينا يعني يوتيوب ديالك سوف يكتب ايو بقيت المعلم سوى في جوجل بالفرنسية او بالفرنسية سوى ايو بقيت المعلم سيطلع لك الفيديو ديالي سوف يكتب ايو بقيت المعلم سيطلع لك كل شيء بسبب اهم حاجة يلقى الفيديو اللي سيطلع لك المعلم سيطلع لك فيديو اللي سيطلع لهم تباكر الله عليك كنت جيد مسرورة انني ارتائت انني انتلقى بك في هذا الموصد المتحانات تباكر الله عليك تملك كل التوفيق في الدورات اللي عندك هاد الايام واو كدرك اليوم كان عندك دورات تدريبية شنو الموضوع ديال الدورات التدريبية اللي عندك هاد اشياء شنو الموضوع ديالي بتوفيق ليك